السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقات أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أنكم بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منالة صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلاب وطالبات الصف الثاني ابتداء الرائعين معي في مادة لغتي للفصل الثاني فأهلا وسهلا بكم أحبتي معي في درسي لليوم قوانين التعلم عن بعد التي يجب علينا جميعنا أن نلتزم بها أثناء التعلم ما هي؟ أولا أبنائي وبناتي علينا أن نختار مكانا مناسبا للتعلم بعيدا عن الضجيج وبعيدا عن الفوضى ثانيا يجب أن تكون لدي معرفة بجدولي وأوقات التعلم المباشر كما يجب علي أبنائي وبناتي أن أجهز كتابي وأدواتي أدواتي التي أحتاجها ألوان، الأقلام، البراية، الممحات جميع أدواتي التي أحتاجها تكون بالقرب مني قبل بداية الدرس لذا أبنائي وبناتي أحب أن أنوه من البداية أنني اليوم سأحل تمرين الكتاب لذا أحتاج الألوان، أحتاج أقلام، الأقلام تكون مبرية ومنتهين منها كذلك تكون موجودة بالقرب منكم ممحات بعد ذلك أجلس جلسة صحيحة وأستمع إلى درسي بتركيز وأكون حاضر الذهن ثم أتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصص له نوجه رسالة إلى أولياء الأمور نطلب منكم التواجد أثناء فترة البت وذلك للتوجيه والإرشاد عنوان درسي عن حرف الصاد إذن مجال المستهدف هو المجال المعرفي المجال المستهدف هي المهارات الحركية الدقيقة أهداف الدرس الذي أسعى أنا وأنتم إلى تحقيقها بإذن الله أولاً أن يحفظ الطالب والطالبة شكل الحرف صاد ثانياً أن يستخرج الطالب والطالبة الحرف صاد منفصلاً وجزءاً من الكلمة ثالثاً أن ينطق الطالب والطالبة الحرف صاد بالحركات الفتحة والضمة والكسرة رابعاً أن يسمي الطالب والطالبة صوراً تحتوي على الحرف صاد خامساً أن يكتب الطالب والطالبة الحرف صاد منفصلاً وجزءاً من الكلمة مراجعة للمهار التي تعلمناها سابقاً تعلمنا ماذا؟ مواضح حرف الصاد ننتقل الآن لمراجعة سريعة لمواضح حرف الصاد في الكلمة أين يكون حرف الصاد إذا كان في أول الكلمة؟ كيف يكون شكل حرف الصاد؟ أحسنتم يمد ذراع واحدة إذن هنا أين أضح حرف الصاد في قطار الحروف؟ في أي عربة؟ في العربة الأولى أم العربة؟ في الوسط أم العربة الأخيرة؟ إذا ظهر حرف الصاد بهذا الشكل أحسنتم في العربة الأولى إذن حرف الصاد في أول الكلمة يظهر بهذا الشكل يركب في العربة الأولى العربة الحمراء طيب حرف الصاد إذا مد ذراعيه مد يديه الثنتين حتى يمسك من قبله ويمسك من بعده يركب أي عربة العربة اللي في الوسط ذات اللون الأخضر أم الأولى ذات اللون الأحمر أم البرتقالية في الأخير أحسنتم العربة في الوسط لأنه ماذا يمسك من قبله ويمسك من بعده طيب العربة الآن في أي عربة الآن يركب هذا الحارف حرف الصاد هنا هل يركب حرف الصاد في العربة الأولى أم العربة الأخيرة ذات اللون البرتقالي نعم هنا حرف الصاد يظهر في آخر الكلمة ليس بعده شيء ويمسك من؟ من قبله ممتاز إذن يركب أي عربة قلنا؟ العربة البرتقالية في آخر القطار أحسنتم أبنائي وبناتي إذن لنطبق الآن أين يوجد حرف صاد في آخر الكلمة؟ في آخر الكلمة هل يوجد هنا في كلمة أصفر؟ في آخر الكلمة قبله حرف أحسنتم إذن جاء أين؟ في المنتصف هنا حرف الصاد جاء في الوسط طيب كلمة سا سا ساقر أين حرف الصاد؟ أين ظهر؟ هل ظهر في الوسط أم في الأول أم في الأخير؟ أحسنتم ظهر في أول الكلمة هنا حرف الصاد وأنا أريد حرف الصاد أين؟ في آخر الكلمة نشاهد كلمتنا الأخيرة مقص مقص مدى ظهر في الأخير؟ حرف الصاد أحسنتم إذن لنجرب هل سيفتح هذا المفتاح صندوق حرف الصاد في آخر الكلمة؟ الآن نشاهد نعم استطعنا فتح الصندوق لأن هنا الصاد ظهرت أين في الصندوق هذا؟ في آخر الكلمة في كلمة مقص ظهر الصاد في آخر الكلمة يمسك فقط من قبل أحسنتم هل هناك حرف بعد حرف الصاد؟ لا أبدا أحسنتم أبنائي وبناتي إذن ضع دائرة حور الحرف المناسب للصورة هنا ها كلمة صاروخ أين حرف الصاد هنا؟ أين جاء؟ هل جاء في الأول أم في الوسط أم في الأخير؟ ممتاز ها هو حرف الصاد جاء أين؟ في أول الكلمة ليس قبله شيء ممتاز أبنائي وبناتي إذن تمهيد الآن ولمعرفة ما هي الحركات ذات الصوت القصير قلنا فتحة ماذا تفعل الفتحة إذا حضرت؟ أفتح فمي أقف على الحرف وأفتح فمي عند النطق به طيب الزمّة ماذا تفعل؟ أقف على الزمّة وأضم فمي عند النطق به طيب هيا ننطق الحروف الآن الصاد مع الفتحة ماذا نقول؟ أفتح فمي أفتح فمي أحسنتم صا صا والصاد مع الزمّة ماذا نقول؟ ضم شفتاي نقول سو ممتاز صا صو مع الكسرة أكثر أحسنتم فمي كأني أضحك كده بالقوة أبتسم نقول صي صي ممتاز أبنائي وبناتي إذن هيا نطبق ما تعلمنا صا صقر صا صقر ماذا ظهر مع الصا هنا؟ أي حركة؟ الفتحة ولا الزمّة ولا الكسرة؟ أي حركة ظهرت مع الصاد في كلمة صا صقر ممتاز حركة الفتح إذن صا صاقر صا صاقر ممتاز طيب الآن نشاهد في رسالة تالية ماذا وصلنا؟ سو صندوق سو صندوق ها كيف كانت حركة الفم؟ وما الحركة الظاهرة هنا؟ ماذا نسميها؟ هل هي فتحة؟ أم ضمّة؟ أم كسرة؟ هنا ظهرت على حرف الصاد في كلمة سو صندوق أضمّة أضمّة إذن أضم شفتاي في نطق عند نطق الحرف سو سو صندوق سو صندوق ممتاز ممتاز شفتاي صلصال هل تستخدمون الصلصال في اللعب؟ وتشكيل أشكال جميلة؟ إذن صلصال يبدأ بحرف الصاد صلصال يبدأ بأي حرف؟ حرف الصاد أحسنتم إذن صلصال يبدأ بحرف الصاد طيب ما الحركة على حرف الصاد الظاهرة هنا؟ ما هي الحركة؟ حركة الكسر في أي لون موجود؟ حرف الصاد حاملاً الكسرة؟ في أي دائرة؟ الوردية؟ أم الزرقاء؟ أم البنفسجية؟ ممتاز نعم هنا ص صلصال حرف الصاد حاملاً الكسرة طيب ممتاز طيب ما هي الحركة الموجودة على الحرف الصاد في كلمة صنبور كلمة ص ص ص ص صنبور ما الحركة الظاهرة هنا؟ هل هي فتحة؟ ضمة أم كسرة؟ وين موجود الحرف اللي يحمل نفس الحركة؟ في أي لون؟ لون الوردي؟ أم الأزرق؟ أم البنفسجي؟ أحسنتم في اللون الأزرق إذن هنا نقول ص صنبور ص صنبور ممتاز أبنائي وبناتي نعيد ص صنبور ممتاز طيب ما هي الحركة الموجودة على الحرف الصاد في كلمة ص ص ص صبار هل هي فتحة؟ مثل الوردي أم ضمة أم كسرة في أي لون طيب موجود الفتحة؟ على أي لون الوردي أم الأزرق أم البنفسجي؟ ماذا تختارون؟ أحسنتم على اللون الوردي ممتاز هنا الصهد ظهرت مع الفتحة ص ص صبار ص صبار أحسنتم أبنائي وبناتي تعلمنا أصوات الحرف الصاد مع الفتحة ص الصاد مع الضمة ص الصاد مع الكسرة ص أستودعكم الله إذن وألقاكم على خير معكم معلمتكم منال الصالح الغريب